بحسب المعطيات الجديدة للمبلغ المنهوب في قضية سرقة القرن يجب أن تسمى سرقة الدهر حيث تجاوز المبلغ المعلن عنه خمسة مليارات دولار كما أكدت لجنة النزهة النيابية ومع ذلك رئيس الحكومة الحالي محمد شياع السوداني ما زال لم يتوصل إلى رقم رسمي مسجل لدى الدوائر المختصة يبين الحجم الحقيقي للسرقة من الأمانات الضريبية والجمارك يدل ذلك على أن السرقة تمت بطريقة في غاية التعقيد كشفت عن طرف منها صحيفة ميدل إست إي التي ذكرت أنه تم استبعاد ديوان الرقابة المالية من الإشراف على طلبات استرداد الودائع الضريبية قبل أسابيع فقط من صرف السندات للشركات الخمس الوهمية وذلك بعد تنفيذ مقترحات رئيس اللجنة المالية البرلمانية أنذاك كيثم الجبوري وبموافقة من مسؤول كبير في مكتب رئيس الوزراء أنذاك مصطفى الكاظمي وكذلك من قبل رؤساء هيئة الضرائب وديوان الرقابة المالية ووفقا للوثائق التي طلعت عليها ميدل إست إي فقد تم إنشاء شبكة من الشركات والحسابات المصرفية ذات الصلة لتمكين سرقة تريليونات الدينارات من خلال 247 سكا مزيفا ومن ثم تم سحب جميع الأموال من المصارف نقدا بعد وقت قصير من دفع السكوك إلى حسابات الشركات المزيفة فيما بلغ المخطط ذروته في شهر حزيران عام 2022 عندما تم صرف 45 سكا بقيمة 775 مليار دينار وكالة أسوشيت بريس أشارت إلى أن شبكة واسعة من مسؤولي الضرائب ورجال الأعمال كانوا ضالعين في عملية السرقة ويرتبط هؤلاء الموظفون بكتل سياسية وميليشيات لها نفوذ كبير في الدولة ستطوى هذه القضية كغيرها من قضايا الفساد التي نخرت جسد الدولة طالما أن المتورط فيها هو من يحكم الدولة ويتحكم بقراراتها